صدر ضدها قرار بإلقاء القبض عليها قبل فوات الأوان لكنها هربت واختفت منذ الجمعة الماضي ثم صدر قرار آخر بضرورة قتلها في أي مكان يُعثر عليها فيه بينما طالبت تركيا بإنقاذ حياتها وإبعادها إلى الأراضي التركية هذا ملخص قصة النحلة التركية التي أثارت اهتمام الصحافة والبناصات في بريطانيا وتركيا على حد سوى هذه التي ترونها في الصورة هي النحلة التي تجادل بشأنها أتراك وبريطانيون فخبراء النحلة في بريطانيا يرون أنها يمكن أن تمثل خطرا صحيا على النحل المحلي ولهذا أسرعوا إلى ما يشبه حالة الطوارئ للقبض على هذه النحلة القصة بدأت مشاهدين أثناء عودة عائلة بريطانية من هطلة الصيفية في تركيا متجهين من مدينة دالامان جنوبية تركية إلى بروستول في بريطانيا كانت تلك النحلة تحوم قرب أمتعت هذه العائلة وهم يهمون إلى المطار للرجوع إلى أهلهم طبعا أو إلى بريطانيا وجدت طريقها إلى بريطانيا داخل حقيبتهم دون علمهم وصلت العائلة إلى بريستول وانطلقت النحلة تصول وتجول في بيتهم وبدأت بناء شرنقة لها في هذه الكنبة في الغرفة الزجاجية الملاصقة للحديقة وبعد أيام اكتشف الأب شرنقة جميلة في زاوية من زوايا الكنبة أو الأريكة بها النحلة فبحثت ابنته عنها في موطع جوجل لتكتشف أن هذا النوع لا يوجد إلا في تركيا تم الاتصال بدائرة شؤون النحلة التي تدخلت بضرورة القبض على النحلة وتسليمها أو قتلها نظرا لخطورتها يقول الخبراء قاموا بتفتيش البيت بحثا عن أي شرانق أخرى لكن في اليوم التالي اختفت النحلة من البيت العائلة لذلك لم يكتشفوا مكانها لا في البيت ولا في الحدائق المجاورة تدخلت الإدارة الوصية على تربية النحلة في بريطانيا وهذا مصرح به متحدث باسم هيئة صحة الحيوان والنبات يقول سنتخذ إجراء فوريا للبحث عن أي شرنقة في البيت ولتقييم الخبراء لها ما زلنا يقضين ونعمل مع وحدة النحلة الوطنية وشبكتها من المفتشين المتشرين في البلاد لمراقبة الوضع عن كثب هذه المشاهدين هي الشرنقة التي عثرت عليها العائلة فوق الكنبة أو فوق الأريكة لأول مرة هذه النحلة من نوع أوسيميا أوفستا يقول الباحثون هذا هو اسمها قبل عشر سنوات وهي من النوع الذي يفضل العيش وحيدا وتصنع شرنقة من أوراق الورد لتضع فيها يرقاتها كما تظهر في هذه الصورة ثم تغلق عليها بالشمع حماية لها يعيش هذا النوع من النحل في موطنه الأصلي فقط في تركيا وإيران حيث يربيها عدد كبير من المزارعين وتوعد النحلة بطلة هذه القصة الوحيدة التي تمكنت من دخول التراب لبريطاني حتى الآن أما إدارة الغذاء والبيئة والشؤون الريفة قالت أن هذه النحلة من نوع أوسيميا أوفستا يمكن تشكل تهديد للنظام البيئي في بريطانيا ولكن مشاهدين الجانب التركي هناك ما كتبته مراسلة وكالة فرانس بريس في أنقرة تعليقا على القضية تقول الصحافة التركية دخلت على الخط في الجدل بشأن النحلة وقد ردت صحيفة حريات على تقرير التيلغراف البريطانية وأرفقت هذه الصورة العنوان الرئيسي لحريات تقول فيه لا تقتلوا النحلة التركية لكن في الوقت الذي توجد في النحلة التركية طريقة ملاحقة لقتلها وبعد كل هذا الجدل الدولي حولها ظهر رأي آخر من خبير بريطاني في النحل يقول الشنقة التي عثر عليها في منزل العائلة هي من طريقة عمل النحل البريطاني فقط وقال نوتن كبير أو من قسم النحل في متحف التاريخ الطبيعي في لندن باسم النحلة والتالي يشك بأنها تكون نحلة بريطانية